السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم دواق من قناة اسهل واسرع الوصفات. آآ النهاردة هنعمل آآ السمك بس بطريقة مختلفة. وطعم رائع جدا. ان شاء الله يعجبكم. آآ معاني السمك آآ اللي هو البلتي. زي ما انتو شايفين كده. هنعمله بصوص الطماطم. هيديله طعم رائع جدا. غير آآ كل مرة احنا بنعمله فيها. بنقليه وخلاص. السوص ده هيديله طعم جميل جدا. آآ معانا السمك زي ما انتو شايفينه كده هنضفه. هنضفه كويس. طبعا عارفين طريقة التنظيف. مش محتاجة. ونصر عليه اللمون. وبعد كده هنعمل له التحديقة بتاعته. اللي بنحدقه بيها. ونتبله في الدقيق. طبعا الدقيق متابل. وعليه معلقة نشا. وبعد كده هنحمره. آآ هنبتدي نعمل السوص بقى كده مع بعض. السوص عبارة عن بصلة مقطعة صغير. وفلفل اخضر مقطع صغير برضو. هنصفرهم شوية. وبعد كده ننزل عليهم بالطماطم. هنزل عليهم بمعجون طماطم. وطماطم معصورة. بس انا حطيت مية علشان معجون الطماطم انا كنت عاملاه. فلو عندك معجون طماطم وعصير طماطم تقدر يتحطيه. وبعد كده عندنا خضرة هنا بقدونس وكسبرة. حطيناها. وحطينا معلقة طم آآ دقت الطم كنت عاملاها تلاقوها في القناة. دقت طم على فلفل. حطيت معلقة وبعد كده التوابل. التوابل بهارات السمك. آآ وبابركة وفلفل اسود وجسط الطيب. وزرد قرفة. والملح. وهنسيبها تتسبب كده شوية. بعد كده بعد ما حمرنا السمك. هنبتدي نحطه. في الصوص ده. وهنقلبه على الوشين. وهنسيبه لحد ما ينشف شوية كده بالصوص ده. وياخد طعم الصوص. بعد كده خلاص تقدر يتقدميه.